السلام عليكم و مرحبا بكم في فيديو جديد فيديو اليوم سوف نخيط كسوة لقياس ابنت 6 سنين باقل كمية من التوب انا هنا كيف لاحطوها الكسوة احتجيت فيها 1.60 سنتيم وتقدر تلبس حتى البنية لها 7 سنين صراحة كتجيزوينة بزاف رويقية سخونة كيف يسمى بعض البلدان كلوش خطيرة بزاف عادة عريضة بزاف من التحت كيف لاحطوها دورة خطيرة في الجيب كيف لاحطوها كيف لاحطوها كيف لاحطوها كيف لاحطوها كيف لاحطوها كيف لاحطوها وصف اول مرضى كيف لاحطوها نزره او الفقاني كسوة الخلفي كنزه و هادرا نحن نسيت التبطين العنق الخلفي قطعته دابك فلحته معي ونبطن العنق الخلفي نسيت التبطين العنق الخلفي نسيت التبطين ونضط نقلي نحن نضيف المسطحات لتستعين بل تحضير العنق قابل للتمديد وزديت الصايا مع الفقاني الكسوة فهذا سنمر الجهة الأمامية الدخلة المتلات التي رأينا في الوسط هي اللي كان بدأ منها الزادية الفقاني الكسوة مع التحتاني لكن من قبل أن نزادي الحزام أولا فهذا سنزادي الأمامية الكسوة مع انا ينايا قدرت الحزام ضاير من القدام إلى اللور ولكن زادته من القدام وما وصلته عند الزادية للخياطة وإنما زادته غير القدام وحبست تقريباً من هذا الجيش خمسة سنتيوم كبير ونزادي الحزام لنزادي الحزام لنزادي الحزام لنزادي الحزام وفلطت 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 وطريقة بسيطة ثم وفلطت 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 ونزادي الحزام ثم اضافة الوزهي و اضافة التركيز ثمن اضافة الكتاف وعادة تنزادي التراكيز ونهبط في التراكيز ونعود جهة الخرطة لا يخرج لي لعيب من بعد ما زادت الحزيم وزادت الفقاني لكسواكي فلحته معي لتزيين العنيق انا هنا قطعت جوش اشريطة من التوب كل واحد فيه ثلاثة سنتيمة تقريبا اللي بات يعني يكون شارط شوية كبير تقدر خمسة سنتيمة نحاول نضيف قياس واحد انا هنا كيف لاحظت استعنوا بمقص كان الناس اللي يستعنوا بالفرشات يعني اللي لا يستعنوا بالفرشات يستعنوا بالفرشات من بعد نزول الفائد كيف لاحظت بسيطة دول العنيق لان كانت شي حاجة خارجة فنقطحها انتظر لانتظر 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 نزول ثلاثة سنتيمة انا كنت ازاديها مع العنق ونجبد الفوقاني والتحتاني نجبد التواب بجوج كيف يتيري حينت اشلمة برائي لما نجبدها ونجبدها ونجبدها كيف يتيري نجبد التواب لانتظر ونجبد التواب لانتظر ونجبد التواب بالنسبة لرس لانتظر شاء من وقت سننتج من وقت تحبط لتخيط ونجبد التواب يعجب الوضع للمشاعر وسيقوم برائه نستعن بالبراء باش تجيني ديكتانيات ديال البابيو مقادين وزوينين من بعد كنعصم بخيط وغدا نعمل في القلب دياله واحد الوريدة اللي غدا نخلي لكم هذا الرابط ديالهم ديال الفيديو اللي كيفاش كنصيب في الوريدات في صندوق الوصف وغدا يبان لكم في النهاية ديال الفيديو في الاقتراحات نحطها في الحزين بحل هكا وكنتبتها مزيان صراحة يعني كديش حاجة زوينة انيقة كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وشكرا على المشاهدة لا تنسونيش من الدعم ديالكم والاشتراك شكرا